اهلا وسهلا بالجميع. الفيديو هذا باش نفسر لكم كيف يعمل معناها الميكانيزم بتاع اليوتيوب. طيب في عنا صانع المحتوى اللي هو يتسمى اليوتيوبر صانع المحتوى بصفة عامة وفي اليوتيوب يتسمى اليوتيوبر ولا الكونتيننت كريايتر اللي هو صانع المحتوى في عنا صانع المحتوى سيفتح قناة مجانا في يوتيوب باش يختار حاجة اسمها النيش او الفكرة متاع القناة هل هي قناة علمية ام قناة ترفيهية ام قناة شخصية الى اخره وباش يصور يعمل المحتوى متاعه ويرفع الفيديوهات في هذه القناة طبعا هذا الكل مجانا وبعد ياخذ بعض الاموال على المحتوى معند منصة يوتيوب يتم ارسال الاموال الى صانع المحتوى ربما هو يرى انه مشروع معناه لكن يلزم تعرف الفكرة صناعة المحتوى او قناة يوتيوب من اين تأتي هذه الاموال طيب في عنا الشركات او المسوقين او المتاجر طبعا هذا من الكلهم يبحثوا على سوق رقمي معناه يستعملوا الديجيتال يستعملوا الاشهار الرقمي وليس مثلا الاشهار التقليدي العادي او الاشهار في التلفاز او غيره باش ينشروا باش يبيعوا ولا يسوقوا للسلعة متاح او يبحثوا عن مشتري يرسلوا هذه يعملوا مقطع فيديو للاشهار يرسلوه الى منصة اللي هي منصة هي اللي تمول في اليوتيوب يعني منصة هي اللي تدفع في الاموال باش تحرك باش شغل شركة يوتيوب اللي هي تابعة الفابات تابعة لكلها شركة جوجل طيب تأتي هذه الشركة تقول انا مثلا باش نبيع هواتف جوالة او او سيارات او غيره ترسل اعلان بعشرين ثانية او ثلاثين ثانية الى منصة تقول اني استهدف مجموعة معينة من الجمهور مثلا الجمهور العربي الجمهور كبار السن صغار السن الرجال النساء الاطفال الى اخره يختار الفئة بتاع الحملة الاعلانية بتاعه جوجل ترسل هذا الاشهار او الاعلان تحطه في المحتوى اللي انتي حطيته يعني تدمج الاشهارات متاعها في الفيديوهات متاعك يعني وتاخذ طبعا الاموال من الشركات يعني شركات يدفع مقابل الاشهار الجوجل ادسانس جوجل ادسانس تحط الاشهارات مع المحتوى المجاني اللي انتي حطيته في قناتك وبالتالي مجموع الجمهور اللي هو يشاهد في قناتك فهم جمهور يشاهد مجانا ويعمل ما يدفع حتى شيء ما اللي هما اغلبية وفيهم اه مشترين محتملي المشترين المحتملين هذن وقت يضغطوا على الاشهار ويتم ارسالهم للمتجر او موقع الواب او صفحة الفيسبوك او غيره باش يتم الصفقة هذيك التاجر الشركة او المتاجر الالكترونية اصبحت مستفيدة في اني استقطبت اكثر حرفاء وبالتالي دخلت اكثر اموال وجوجل اخذت نسبة من هذه من تمويل الحملة الاعلانات ووضعتها في هذه المنصة اللي هو استثمار ضخم حاطته اه يوتيوب وبناء على عدد الاعلانات اللي نجحت تعطيك انت بما انك انت كنت سبب في انجاح هذه الحملة يتم ارسال عن طريق اليوتيوب يتم ارسال ليصنعوا المحتوى اه بعض الابعض الابعض وتصبح قناة قناة رابح يعني اللي يزمنا نفهموه من من هال ميكانيزم هذا الكل معني هال ميكانيزم اليوتيوب كيفاش يشتغل يزم انت يكون عندك يكون عندك محتوى يستقطب جمهور اولا جمهور كبير لانه عندك يلزم تكون عندك مشاهدات كبيرة ولكن الجودة متاع الجمهور هذا اذا انت تستقطب مثلا في جمهور لا يشتريه ولا لا ينقر على الاعلانات هذا اللي بتينتج عليه اللي هو يتسمى سي بي ام سي بي ام اللي هي كوست بر مايل اللي هو اه قداش تدفع لك يوتيوب مقابل للالف مشاهدة طبعا لو انت مثلا تستهدف جمهور من مثلا انت تعمل في محتوى على البنوك او الاموال او اه اشياء فيها اموال مثلا الجمهور متاعك مش يكونوا مثلا اللي يشتغلوا في البنوك او في البورصة او ناس مضاربين او ناس اثرياء لو انت مثلا تعمل في محتوى متاع السيارات الفخمة طبعا الجمهور متاعك مش يكون مش بشرطه معناه نجم يكونوا جمهور متاعك فقراء ولكن الاغلبية يكونوا ناس يبحثوا على العقارات او يبحثوا على المحتوى اللي انت مختص فيه لو تقوم مثلا بمحتوى تعليمي الجمهور المستهدف سيكون الطلبة او التلاميذ او الاساتذة او غيره يعني النوعية متاع الجمهور اللي هو تسمى النيش متاعك انت بش تختار محتوى يستقطب جمهور معين الجمهور هذا فيه نسبة طبعا بشكون نسبة قليلة جدا بش يشتريوا من الاعلانات اللي تظهر في قناتك في اليوتيوب وبناء على النسبة هذيك جوجل تعطيك جوجل تربح فلوس يعني الشركة زادت مربيحها جوجل عملت حملات ناجحة في اليوتيوب بالاستعانة بالفيديوهات اللي حطيتهم انت قناتك اصبحت تستقطب جمهور كبير منصة يوتيوب تربح صانع المحتوى يربح تربح الشركات والمسوقين يربحوا والجمهور يستمتع بالفيديوهات متاعك وفي نفس الوقت يشتري اذا هي القصة لكل الناس كل رابح يعني في البزنس او الاعمال في يوتيوب يلزم صانع المحتوى يكون يقدم محتوى يستقطب جمهور كبير طبعا مش تستقطب بالالاف خطره عنده بالالاف يزم يكون عندك مشاهدات بالالاف وتستقطب جمهور عنده القدرة المالية باش يشتري اذا باش تتكون مش مثلا محتوى تافه طبعا الجمهور اللي باش يجيكم اغلبيتهم عني ناس اتضيع في وقتها او او كذا عادي باش يكون متاعك ضعيف وضعيف ضعيف جدا واذا انت تقدم مثلا في محتوى اه راقي ليس بشرطه باش يكون المحتوى متاعك مثلا علمي او تكنولوجي او او لا يعني لو مثلا فتاة فتحت قناة تبيع في المكياج او اه شخص مثلا افتح قناة يحكي على السفر طبعا السفر الشركات اللي هما متاع الطيران ولا الشركات متاع السفريات او النزل او غيره يحبوا يعملوا اعلانات يرسلوا الادسانس ادسانس تستهدف الفئة متاع الجمهور اللي هما يبحثوا على السفر ويبحثوا على حجز فنادق مثلا في ما في في مناطق معينة اغلبيتهم وقتلي انت تعمل مثلا فيلوغ او فيديو مثلا تحكي فيه على سفر الدولة معينة او اه كذا بش يطلع فيديو على حسب المحتوى متاع الفيديو متاعك وعلى حسب السيد اللي شاهدت يعني هذا هذا تكتيك اخر في في عند عند يوتيوب طبعا وقتلي هو ينقر الاعمال الالف مشاتة الشركة استفادت اني سوقت المنتوجم تاحها والجميع الجميع اا اا يستفيد ينجم الفيديو متاعك مثلا يكون ما عنده حتى علاقة بالااا 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 بالاااا بالاااا بالاعلا متاع الشركة مثلا لو انت تعمل في فيديو فقطر فيه مثلا مقطع موسيقي او غيره والسيد اللي شاهد فيك هو مثلا طالب في حاجة الى انه يشتري حذاء جوجل طبعا تتبع المشاهدين حسب الداة اللي موجودة عندهم وكذا وبناء على الفئة المستهدفة للسيد مثلا شركة بيع في الهواتف الجوالة ويعرفوا الشاب هذا يبحث عن هاتف جوال مثلا تخلى المواقع يبحث عن هاتف جوال وتخلي شاهد في مقطع فيديو متاعك ما عنده حتى علاقة بالهواتف الجوالة مجرد فيديو ربما ترفيه او ربما فيديو تعليمي او فيديو في محتوى اخر بعيد كل البعد يعدي له فاصل في الاشهار يحط له الفاصل اللي هو مثلا متع الهاتف جوال على مقطع فيديو ربما يتحدث عن الجايمينج او يتحدث على التعليم او شيء اخر يعني صناعة المحتوى يلزم صانع المحتوى يكون مهتم بالجمهور المستهدف بعدد المشاهدات طبعا اذا بش يقعد يشاهد الفيديو في نصف دقيقة ويمشي للفيديو الموالي معناها انتي ما عندكش نسبة مشاهدات كبيرة معناها نسبة عدد المشاهدات وقداش الوقت اللي قضاه المشاهد مهم جدا انه يعني المشاهدين يقعدوا اكثر وقت ممكن على المنصة طبعا يعني هذا اللي هو بش يخسر وقت يعني كل المشاهدين بش يخسر وقت ولكن في امنهم بش يخسر وقت مع اموال مش هو بش يخسر فلوس هو بش بش يعمل ديل هو في الاخر موش يخسرهم فلوس بش هو بش يشري يشري ما منتوج معناه هي ربطة علاقة ربطة بين الحريف والباعة والجميع معناها تزدهر تجارته وصنع المحتوى يدخل فلوس اذا المحتوى متاعك طبعا ما ينجمش يستقطب جمهور كبير والجمهور ما يقعدش يتفرج مدة كبيرة باش ينجم يحط له اعلانات معناه مش يقد في كل دقيقة يعملوا اعلان يزم يقد مثلا يتفرج فيك عدد ساعات معينة باش تنجم جوجل ادسانس تحط مجموعة اعلانات بدون ما تقلق الجمهور وينفر الجمهور يمشي الفيسبوك ويمشي المنصات اخرى يعني عدد المشاهدات جودة المشاهدين نسبة نسبة العدد من المشاهدين اللي نقروا على الواحد بناء عليه يتخلق لك سي بيام والار بيام فما ايضا اللي هو انت ما تاخذش سي بيام هذي اللي هو المبلغ اللي تدفع الشركة ولكن الار بيام اللي هو يعطيه لك تقريبا هو يوتيوب تقسم ففتي ففتي معنها بين صنع المحتوى وبين ادسانس هذا هو الفيديو شكرا لجميع